صباح الخير وأهلا بكل حضراتكم يوم جديد وطبعا زي ما تعودنا في بداية كل يوم جديد لازم بنبدأ مع حضراتكم بأبرز الموضوعات وأبرز التريندز المتصدرة للمشهد وأكثر بحثا على كل محاركات البحث والسوشيال ميديا من مساء أمس وحتى هذه اللحظة منذ مساء أمس وكل المصريين بيتابعوا حالة الفرحة والسعادة اللي زينت بيت السيدة بوسي سعد أو زي ما تشهرت قصتها بالحدادة بوسي الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع قصتها واستجاب لطلبها بتوفير ورشة وشقة خاصة بها وقالت بوسي اللي بتشتغل حدادة في سوق الحدادين إنها مش مصدقة نفسها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمها وهي فرحانة جدا وبتحكي بوسي وبتقول كواليس وكل التفاصيل الخاصة باستجابة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتقول إنها لقت تليفونها بيرن يعني وبيقولولها هاتي القناة الأولى علشان سيدة الرئيس هيكلم معي أنت جالك شقة ومحل فقالت أنا قلت بتتكلمي بجد فقالت لها آه والله العظيم هنرن عليك فجابت القناة الأولى يعني المهم والرئيس كان بيبارك لها وربنا يخليه طبعا يعني لينا فيقعدت تدعي لي تقوله ربنا يخليك لينا سيدة الرئيس وبلغها بالخبر الجميل وهي الحقيقة يعني بتقول إنها مش عارفة تشكره إزاي بالتأكيد كان اليوم السابع هو أول من نشر التقرير الخاص بالحدادة بوسي واستعرض خلال التقرير كل التضحيات اللي ضحت بيها السيدة بوسي لتعين ولادها كمان سيدة الرئيس حرص على التحدث مع بوسي في مدخلة هاتفية وقال لها حرفيا يعني كده سيدته قال لها ربنا يديكي الصحة ويكرمك ويعينك على المهمة الكبيرة اللي بتقومي بيها وتابع أيضا قال لها أنت بتقومي بمهمة عظيمة جدا ودي فرصة عظيمة إنك معاكي مسئولية يعني لو حد بيصلي في الجامعة طول الوقت أنت أجرك كبير قوي طبعا يعني حالة فرحة كبيرة وخلينا نقول كان فيه زعورية تقريبا في منزل السيدة بوسي اللي هي أشهر حدادة في محافظة أدأ أهلية دلوقتي بعد استجابة الرئيس لها علشان تكون واحدة من القصص الملهمة من القصص بالبحث كمان عن كل تفاصيلها منذ مساء أمس الأربعاء وحتى هذه اللحظة طيب خلونا بقى ننتقل لخبر آخر وهو خاص بخبر وفاة النجل الأصغر لإيمان الدعاء الشيخ محمد بتولي الشعراوي الخبر انتشر أمس وبدأ البعض يتحدث عن أنه توفى في ألمانيا لكن الحقيقة أن نقابة القراء كانت حريصة على توضيح كل التفاصيل وحقيقة الخبر وحقيقة الأمر ونعت نقابة محافظة وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ أموم المقارق المصرية ونقيب القراء وقال محمد السعاتي المتحدث الرسمي لنقابة القراء في بيان أن الفقيد توفى في القاهرة وليس في ألمانيا زي ما بيقول البعض وكما رددت بعض المواقع وأن أسرة إيمان الدعاء في تواصل مع المهندس محمد نجل الفقيد المتواجد بألمانيا نجل الفقيد هو المتواجد بألمانيا واللي بيبذل قصارى جهده يعني من أجل اللحاقة بجنازة والده وقال بعض أفراد أسرة الشعراوي أنه يعني حددوا صلاة عصر اليوم الخميس للصلاة على الجثمان بمسجد الأربعين بميد غمر بدأ أهلية وإنت أخير تشييع الجنازة وارد في حالة عدم حضور نجل الفقيد قليلا يعني وطبعا ستقام الليلة العزاء بمجمع الشعراوي الإسلامي بدقة داوس خالص العزاء طبعا لأسرة إمان الدعاء الشيخ محمد نطولي الشعراوي في وفاة فقدهم ربنا يرحمه وتغمده بواسع رحمته الحقيقة أنه آخر موضوع بقى معنا هنختم به هذه التغطية يعني هم هم جدا وكل المصريين دايما بيهتموا به وهو يعني خلينا نقول إنه هو حديث الساعة حديث كل ساعة دايما بيدوروا على تفاصيله وعلشان يتأكدوا من كل التفاصيل الخاصة به هو خاص طبعا بالفيروس كورونا الحقيقة أنه في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الأخيرة ضروري جدا أنه الكل ياخد باله من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية خصوصا أنه وزارة الصحة يعني حذرت وقالت أن فعلت اللقاحات كبيرة طبعا وبتعطي مناعة وتحفز الجهاز المناعي لكن يعني شيء مفروغ منه هو الالتزام بالإجراءات الموقائية والاحترازية لأنه شيء مهم جدا لمنع تسلل العدوى من الأشخاص المصابين للشخص سليم وأضافت طبعا الوزارة أن هناك أشخاص حاملين للفيروس زي ما كلنا عارفين يكونوا حاملين للفيروس ولا تظهر عليهم أي أعراض وأشارت إلى ضرورة الحرص على ارتداء الكمامة وتباعد الابتماعي وأيضا النظافة الشخصية يعني ببساطة كده وزارة الصحة بتقولك حتى لو أخذت اللقاح ضروري أنك تلتزم بارتداء الكمامة ضروري أنك تلتزم بتبع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بالشكل كامل علشان نعدي من هذه الفترة طبعا على خير ونعدي كلنا منها بأمن وسلام طبعا ده كله اللي احنا بنتكلم فيه في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا طبعا يعني من دخل تلفزيون اليوم السابق احنا بنتمنى لكل المواطنين الأمن والسلامة كل شكرا موصول لحضراتكم على المتابعة وانتظرونا نديد من التغطيات على مدار اليوم من تلفزيون اليوم السابق إلى اللقاء